سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور البارز لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تهيئة الأجواء المثالية للمشاركة البحرينية في البطولة الأسيوية لكرة اليد والتي أثمرت عن تحقيق اللقب وأعرب سموه عن تقديره لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة نهد النجمة وكافة أفراد الفريق في مواصلة مسيرة الإنجازات للرياضة البحرينية في المحافل الخارجية متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة كما أشهد سموه بكفاءة السواعد البحرينية المتمثلة بالجهازين الفني والإداري للفريق وقيادتهم الناجحة لتحقيق اللقب هذا وتوجى فريق النجمة البحريني لكرة اليد ببطولة الأندية الأسيوية الخامسة والعشرين لكرة اليد وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الدحيل القطري بنتيجة 31 هدفا مقابل 30 بعد أشواط إضافية وشهدت المواجهة تقدم الدحيل القطري في الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف فيما عاد الفريق البحريني في الشوط الثاني ليدرك التعادل مع الثواني الأخيرة بواقع 22 لكل فريق وفي الأشواط الإضافية استمر التكافؤ والندية بين الفريقين حيث انتهى الوقت الإضافي الأول بشوطيه بواقع 26 هدفا لكل فريق فيما حسم النجمة البحرينية البطولة لصالحه في الوقت الإضافي الثاني والذي انتهى بفارق هدف وحيد وسط تألق الحارس البحريني محمد عبد الحسين وبهذا الفوز يكون النجمة قد حصل لقبه الأسيوي الثاني في إنجاز تاريخي كبير حيث سبق للفريق انتوجه بلقب البطولة في العام 2017 والتي أقيمت في مدينة حيدر أباد الهندية على حساب فريق الدحيل أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر